لماذا ابنك الآن يعقك تدري أحد أسباب العقوق أنت قد قطعت عمه أخوك لماذا أنت لماذا أبنائك ابتدأوا يتلومون عليك أنت أنت قطعت أخيك خالهم وهكذا فإذا كان القلب ليس نظيفا مخموما فإن الحياة سجن طويل لا مفتاح فيه والله إن بعضنا يا أحبابي يجلس بينه وبين نفسه يبكي والله إن يعرف ناس يشتكون يستشيرون يقولون يا شيخ تجينا خنقة عبره نبكي ونبكي ونبكي ولا طلع الهم ما هو بطالع رتب وضعك مع ربي اغسل هذا القلب حتى تخرج الحسرات بعضنا يأخذ الهواء ويطلع حار وما طلع معه ما طلعت معه حسرة لأن الداء وبيل أحبابي العبرة الآن أول ما فيه علماء الدعاة قليل العلم ليس دانا نسخة من رياض الصالحين يا الله نلقاها زاد المعاد نسختين النسخة الأولى هنا وهناك وبعضهم وراق يكتبون ما فيه الآن العلم عندنا جميعا وجوالك اللي في جيبك تستطيع تضع فيه عشرة آلاف مجلد عشرة آلاف مجلد لو بنحطها على بعارين وصلت من الرياض القريب نعم هي كلها بعارين كتب وها هي في جوالك علم ومحاضرات ودعوة ما ينقصنا العلم الآن ينقصنا العمل ينقصنا أن نترجم العلم الذي عندنا إلى واقع يوجد بعضنا الآن قاطع ويليت قاطع ويقول أنا قاطع ويعترف لا قاطع ويبرر قطيعته ويعلن لنفسه ويبحث النفس من الأسباب كل أسبابك كاذبة وكل أسبابك خاطئة وكل أعذارك خير مقبولة لأن الله ما قبل ولن يقبل إذا كان أمر أن نصل من قذف أم المؤمنين عائشة بالزنا رضي الله عنها أمي وأمك وقال وليعفو طلب الأمر بالعفو عن قاذفها وش عندك أن تويعيها العمك وخوالك ما عندك شيء ما عندك إلا الشيطان الذي يركب في قلبك ما عندك إلا الشيطان الذي حال دونك ودون الصلة ولا تدعي العلم ولا الفهم ولا التوع ولا التدين تسمحون لي أقولها أقولها يا شيخ قاطع الرحم مهب مطوع والله لو حفظ القرآن والسنة مهب مستقيم لأن الله قد وعده أن يلعنه وأن يطرده أهذا مستقيم ولو فلانة حافظه الكتاب والسنة قاطعة رحم هاجرة ليست من مع المستقيمات لما الله ينظر القلوب أحبابي قبل النظر إلى العمل نحن في زمن نحتاج أن نبعد عن الحسرة وعن الهم نحن نرسم بعضنا بغلنا على أرحامنا نحن نرسم مستقبل أسود لأبنائنا نحن نرسم مستقبل أسود لأبنائنا لأن قطيعة الأرحام وهجر المسلمين معناها أنك تربي قاطع في يد خنجر سأخرجه من غمده اقطع يغرسها في صدرك ولذلك بعض الآباء الآن يتحسر يقول عيالي يا شيخ عجزت عنهم والله عجزت ويبكي ما أقدر أقومهم لصلاة مخدرات يتركوني بذرت فحصت زرع يديك يزر بذرك